كان رئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد مباحثات منفردة مع نظير رواندي بول كاجامي عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين بقصر الاتحادية وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس سيسي أكد خلال المباحثات حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع رواندا في شتى المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري كما أكد رئيس سيسي حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لرواندا لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها خبرة وخبر عريقة فيما هذه المجالات من جانبه أعرب كاجامي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر مؤكدا حرص رواندا على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات فضلا عن اهتمام بلاده بتعظيم الدعم الفنية الذي تقدمه مصر للكوادر الرواندية في مجالات بناء القدرات كما أشاد الرئيس الرواندي بالدور المحوري الذي تطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن مشيدا في هذا الصدد بالمواقف المصرية الهدفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقات البحيرات العظمة وشرق إفريقيا وحوض النيل والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لحل القضايا العالقة كما تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية وقد أكد رئيس في هذا الصدد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولي ومقرارات مجلس الأمن ترجمة نانسي قنقر